الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وتبلقأكم وتبوأتم من جنة الله منزلا رؤية عاج الفيل في المنام علامة على حصول صاحب الرؤية على الكثير من الأموال والسلطة العالية الأيام القدمة والله أعلى وأعلم حلم صندوق مليء بعاج الفيل في المنام علامة على التقرب إلى السلطان أو الملك الفترة القادمة والله أعلم رؤية العاج في المنام علامة على الحصول على الكثير من الأموال والغنى القريبة السهل لصاحب الرؤية والله أعلم رؤية قطع من عاج الفيل في المنام والله أعلم يكون دليل على نجاح والحصول على الكثير من المتعة في حياة صاحب الرؤية والله أعلم إذا رأت المرأة المتزوج عاجل فيلي في المنام علامة على السعادة الزوجية وعلامة على قصرة الأموال والخير الكثير في حياتها والله أعلى وأعلم إذا رأت الفتاة العزباء أنها تمسك بعاجل فيلي في المنام علامة أنها سوف تتزوج زوج سري وزو منصب عالي والله أعلى وأعلم إذا رأت المرأة المطلقة عاجل فيلي في المنام علامة أنها سوف تتزوج الأيام القريبة القادمة بزوج غني وزو منصب عالي والله أعلى وأعلم إذا رأت المرأة المتزوجة ولادة الفيل في المنام علامة على حملها القريب والله أعلم إذا رأت المرأة الحامل الفيل يلد في المنام علامة أنها سوف تلد بكل سهولة والله أعلى وأعلم رؤية ولادة الفيل للرجل في المنام علامة على رزقه بالكثير من الأموال الفترة المقبلة والله أعلم إذا رأت المرأة المتزوجة أنها ترى الفيل أمام أعينها يلد تكون إشارة على البركة ورزقها بالأموال الكثيرة والأولاد والله أعلم كما تدل رؤية ولادة الفيل بشكل عام في المنام علامة على تقلب الأحوال إلى الأفضل وبداية حياة جديدة مليئة بالسعادة والله أعلى وأعلم إذا رأت الفتاة العزبة أن الفيل يلد أمامها في المنام علامة أنها سوف تتزوج من رجل ميصور الحال والله أعلى وأعلم إذا رأت المرأة المطلقة أن الفيل يلد أمامها في المنام علامة أنها سوف تبدأ حياة جديدة مع شخصا يسعدها كثيرا والله أعلى وأعلم إذا رأت المرأة الأرملة أن الفيل يلد في المنام أمامها علامة على بداية حياة جديدة مليئة بالأموال والسعادة الغامرة والله أعلى وأعلم إذا رأى صاحب الرؤية أن الفيل يطارده في المنام علامة أنه سوف يصيبه مرض كبير الأيام القادمة والله أعلم مطاردة الفيل لصاحب الرؤية علامة على عدو قريب منه يريد أن يؤذيه كثيرا والله أعلى وأعلم إذا رأت المرأة أن الفيل يطاردها في المنام علامة على التعاسى الزوجية والله أعلى وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته